اشتركوا في القناة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الكاهلي الأعمش عن أبي صالح وأبو صالح هو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليمني قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هرأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألونني قال يسألونك الجنة قال يقول وهرأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال فيقول كيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد لها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبا قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهرأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء رواه شعبا عن الأعمش ولم يرفع ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عظيم جدا يدل على فضل حلق الذكر والعلم والقرآن فهي حلق مباركة يجتمع أهلها على ذكر الله وطاعته على العلم النافع لم يتحلق للدنيا كحال أهل السوق للبيع والشراء والأخذ والعطاء إنما لذكر الله للتعلم في هذا الحديث إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يسيرون كما في بعض الطرق سيارة فهم يطوفون ويلتمسون حلق العلم ويبحثون عنهم وفي هذا دليل على قلتهم وندرتهم الأسواق مكتظة والمدن مليئة لكن أين الذاكرون أين مجالس الذكر أين طلب العلم أين قراءة القرآن يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما فإذا وجدوا قوما في بعض الروايات إذا رأوا أقواما فإذا وجدوا مجلسا قالوا وتنادوا هلموا إلى حاجتكم هلموا على لغة أهل نجد أما أهل الحجاز فينادون الجماعة هلم يعني وهذا أفصح وبذلك جاء القرآن الكريم هلم إلينا وهذه الكلمة التي هي هلم اختلف أهل العلم عن أصلها فقيل هل لك في الأكل أم أي قصد يعني هلم هل لك في الأكل يعني أم أي قصد ولا آمين أي قاصدين فيحفونهم بأجنحتهم أي يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين يا له من فضل الملائكة التحيط ويعني يدنون بأجنحتهم تواضعا بعض الناس إذا من الله عليه بمال أوجاه يترفع عن مثل هذه المجالس هذه الملائكة تنزل من السماء وتبحث عن هذه المجالس والأماكن قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم يعني في بعض الروايات بهم ما يقول عبادي قال تقول يسبحونك يقولون سبحان الله أكثر من التسبيح في مجلسك وفي قيامك وقعودك ومشيك فهذه مجالس مباركة أن تذكر الله ذكر الله دوا وذكر الناس دا خاصة في ظل هذه الوسائل أخبار قال فلان وطلع فلان ونزل فلان وحدث في المكان الفلان كذا انشغل بما ينفعك الذي يعود عليك بالخير يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك يعني يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك هذه كلمات مباركة التسبيح التكبير والتحميد وأحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلمات عظيمة وفي بعضها ويعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا لكثار من الصلاة على النبي وخاصة في مواطن الصلاة وفي ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة فصلوات ربي وسلامه عليه طيب هذه المجالس مجالس العلم والحديث والفقه أهي داخلة لا شك أنها مجالس مباركة وهي مجالس ذكر وهي مجالس ذكر كما قال عطاء مجالس الحلال والحرام أن تتعرف على دين كيف تتعبد لربك سبحانه وتعالى قال فيقول فما يسألون ني أي ماذا يطلبون قال يسألونك الجنة قال كانوا يعني كيف رأوها قالوا لا طيب كيف لو رأوها كانوا أشد لها حرصا في بعضها عليها أي أنهم حريصون على طلبها وفي هذا فضل هذه المجالس حتى من جاء ولم يقصد الجلوس وإنما جاء لحاجة يطلبها من فلان أو فلان هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهو في خير وعلى خير قال الحافظ وفي الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين وفضل الاجتماع على ذلك وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراما لهم وانظروا إلى الملائكة كيف أرسلها رب العالمين تشجيعا لهذه المجالس وحبا لها ومن حرر ماذا حرص عليها ودعا إليها فيه شبه بملائكة الله والعكس بالعكس الذي ينفر ويبعد هذا فيه شبه من الشيطان لأنه إذا سمع التأذين أدبر وله ضراط وهكذا الإقامة قال قال ولولم يشاركهم في أصل الذكر وفيه محبة الملائكة بني آدم واعتناؤهم بهم وفيه محبة الملائكة بني آدم واعتناؤهم بهم وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه لأن الله قال يعني لما سألهم سبحانه ما يقول عبادي وهو أعلم أعلم بهم سبحانه قال وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنوين بقدره والإعلان بشرف منزلته وقيل إن في خصوص سؤال الملائكة سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر الإشارة إلى قولهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فكأنه قيل لهم انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط عليهم من الشهوات ووساوس الشياطين وكيف عالجوا ذلك وضاهوكم في التسبيح والتقديس نعم وهذا حديث مبارك